أيضا السؤال عن قضية التختم يعني وضع الخاتم في الأصبع بالنسبة للنساء لا حرج وهو من الزينة خاتم الذهب للرجال حرام اتفق الفقهاء على جواز تختم المرأة بالفضة أما الرجل فإنه يجوز له ذلك مباح أن يتخدم بالفضة والخاتم من غير الذهب من غير الذهب أنواع الأخرى يجوز للرجل أن يلبسه يعني لو لبس شيئا آخر غير الذهب جاز وخصوصا الفضة للفضة إلعبوا بها يعني اتخذوها أما التختم بالحديد فقد نص بعض أهل العلم على كراهته بعضهم أجازة فالمسألة يعني في الحديد طبعا أوسع من الذهب أكيد هل يضع في اليمين أو الشمال كلاهما صحيح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه وفي بعض الأحاديث في شماله طبعا للرجل يكره التختم في السبابة أو الوسطى جاء في صيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها هذه أو هذه فهذا في نهي للرجل أما المرأة من شأنها الحلي من شأنها تضع في الأصابع طيب أين يضعه الرجل؟ يضعه في الخنصر البنصر لكن الوسطى والسبابة لا طيب المرأة لو جرت العادة أن تتحلى بالخواتم في أصابعها فلا حرج في ذلك هذا من شأن حلي من شأن النساء ولا مانع أن يكون الخاتم عليه نقش اسم صاحبه لا مانع ولا يجوز نقش ذوات الأرواح على الخواتم طبعا لا مانع أن يكون الخاتم فص الدبلة المعروفة عند النصارى خاتم على هيئة معينة في الخطبة أو عند العقد هذا من التشبه بهم ما نستعمله عند الوضوء يحرك الخاتم حتى يتأكد من وصول الماء إلى ماء ما تحته وإذا كان الخاتم واسعا لا يضر هو سيصل الماء بطبيعة الحال وهذا يعني مجمل في موضوع الخواتم ترجمة نانسي قنقر شكرا